ألغت كبرى شركات الاستثمار الخاصة في العالم صفقاتها مع الصين بفعل التصعيدات الجيوسياسية والحرب التجارية الصينية الأمريكية ووفق ما أوردته صحيفة The Financial Times لوحدة تراجح حماس المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ حيث أبنت بيانات رسمية أن سبع شركات من أصل خمس لم تجسد أي استثمارات جديدة في بكين خلال 2024 كانت الصين بمثابة قطار ملاهن للمستثمرين مع التوترات الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ باللوائح والرياح الاقتصادية المعاكسة في حين أن النمو السريع للبلاد غذى حم الذهب في الماضي لكن اليوم أصبح الأمر أشبه بالتنقيب عن الذهب باستخدام عدسة مكبرة القيود الجيوسياسية مثل قواعد الاستثمار الخارجي تجعل الصين تبدو بشكل مزداد مشعة كسوق استثمارية على الرغم من الفرص المتاحة لها